بمناسبة التدائمات محمد حمدي الزايل ايصر لفريق امبي واحد من المواهب الشابة الرائعة جدا ايه دا للزمالك؟ ده اغدر انا موافق اجي الزمالك اتفاوضوا مع امبي ولو امبي وافق على انضمام لكم اللي هو نادي الزمالك يعني انا هوافق انا بالنسبة الاولوية نادي الزمالك ده محمد حمدي ده خبرنا في رقم عشر محمد حمدي موافق على الانتقال لنادي الزمالك بشرط طبعا بطبيعة الحال موافقة نادي امبي ده فيما يخص محمد حمدي بالمناسبة عايز اقول حاجة كمان في قصة التدائمات بتاعة نادي الزمالك انا مش عايز جمهور نادي الزمالك يرفع سقف توقعاته في الصفقات صفقات اللاعبين الاجانب هتقول ايها كريم بتكأب علينا ليه وبتزعان لدي احنا عندنا امال كبيرة وبتاع بص اتصور الزمالك لما يرفع او يحل المشكلة بتاعة ازمة القد هيجيب لعيبة كويسة بس غالبا هتبقى لعيبة محلية من الدول المصري طيب ليه مش هيجيب اجانب جمدين عشان بس فيه ازمة ملائقة اهو فيه ازمة ملائقة بس فرضا الازمة الملائقة دي تحلت السوق بيقفل ابوابه السوق بتاع الكورة بتاع الانتقالات بيقفل ابوابه ازاي الناس بدأ سواء في الوطن العربي في القرى الافريقية في العالم لو انت روحت مثلا جيبت لعب بيدعب في دوري اوروبي ولا حاجة في كل حتة في الدنيا بدقين الكلام دوت من شهر 6 احنا خلاص اهو في شهر 8 اللي بيشتري بيشتري واللي بيبيع بيبيع وكله بيقفل دفاتره احنا رايحين متأخر ككورة مصرية رايحين متأخر بشكل عام ان احنا مخلصين موسم متأخر ما بالك انت رايزة زمالك لسه متأخر اوي اوي والزمالك كان تحديدا احمد حسان ميدو عامل قائمة فيها لعبين اجانب مهمين جاد سواء عرب بقى وافرقى محترمة فيها اسماء كبيرة الاسماء الكبيرة دي معظمها اتحرك راح لاندية اخرى عشان الزمالك لسه ما دخلش السوق لسه ما دخلش في منطق التعاقدات والزمالك لو هنا قادر يوقع مع لعبين بشكل مبدئي لعبين مصريين مش هيقدر يعمل كده مع الاجانب مش هيقدر انت بتوقع مع اللعب المصري عشان لما ترفع او تحل ازمة القيد تعال اطول تدخلهم معاك الفرقة لكن الاجانب مفيش الكلام ده الاجانب لازم تكون انت امورك محلولة تماما وما فقاش مشاكل عشان نخلص الموضوع